اشتركوا في القناة مجاني لميليشيات الدعم السريع ويثبت وجهة نظرهم ان الجيش السوداني اخوان لانه رفض تصريحات نائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي بخصوص خطر تسليح المواطنين او ما يعرف بقوات المقاومة الشعبية واللي احنا كنا تكلمنا عنهم بالتفصيل في حلقة تهديد مباشر للجيش السوداني ما فعلته سيؤدي الى انقسام السودان الى عدة دولات ولكن ياسر العطى مش بس داعم لتسليح المواطنين ولكن دا كمان داعم لتسليح الاخوان من ضمن كتائب المقاومة الشعبية وكأن ياسر العطى مصمم انه يدمر اي محاولة للدفاع عن الجيش السوداني اعلاميا فعلا الغباء موهبة والانسان لمؤرزة بيختار انه يكون مغفل بقراطته بصوا انا طبعا داعم للجيش السوداني بقوة ولكن تصريحات ياسر العطى في الفترة الاخيرة بتؤكد انه رجل غير المناسب في المنصب الحساس اللي هو فيه واتمنى انه تم تسريحه او اعفاؤه او انه يقعد في البيت بقى كده كفاية عشان التسريحات بدأت ان هي تخرج عن الخط المرسوم او عن الاطار المألوف بس انت برضو عايز تعرف هو ياسر العطى قال ايه بص يا سيد ياسر العطى اتسأل عن علاقة عناصر نظام البشير بمحاولة السيطرة على قرار المؤسسة العسكرية في الوقت الراحي يعني اذا كان الجيش هو البوابة لعودة الاخوان مرة تانية لحكم السودان ولا لا فجاوب وقال ايه بقى قالك لا يوجد ما يمنع انخراط اعضاء حزب رئيس السابق عمر البشير في العمليات العسكرية دعما للجيش يا حلوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه يا حاج ياسر اللهم صلي على النبي اللهم صلي على كامل النور ايه الزكاء اللي انت فيه دا يا ولا الزكاء بيبز من عينك ومن كلامك دا انت لو قصد تقول للناس ان الجيش السوداني اخوان وان انت ذات نفسك اخوان والبرهان اخوان مش هتقول تصريحة قربة من كده مش هتقول تصريحة قربة من اللي انت قلته دا يعني احنا من بداية الحرب قاعدين نقول ادعموا الجيش السوداني لانه هو جيش الدولة وعلشان هو ممثل الدولة وعلشان هو الجيش النظامي اللي كل الدول ادعمة للسودان وتحديدا مصر حط عينها عليه او حط امل عليه ان هو يحافظ على السودان فيطلع ياسر العطفة الى سوف البهايم يقول ان الكلام دا كلام فاغر ويروح موغطنا معاه في السكة ويخلي شكلنا سيء جدا ويحرجنا وكأنه بيقول انه مش عايز حد يدافع عن السودان وانه مش عايز حد يدعم الدولة السودانية ولا عايز حد يفند روايات الدعم السريعة لانه بنفسه بيؤكدها ما انا مش هينفع طول الوقت افضل ادافع ودافع ودافع عن شخص او كيان او هيئة او دولة ورقع وبرر وقول معلش وعمل نفسي مش شايف البلاوي اللي هو بيعملها والعاك السياسي اللي غرقن فيه ودانه وفي الاخر الشخص نفسه يدين نفسه بنفسه بلسانه وزي ما ياسر العطى كان عنده تصريحات قوية ضد الامارات واحنا رطناها في كذا حلقة فاحنا برضو لازم نرطي تصريحاته الغابية والمشينة في الحلقة دي لانه تصريح رسمي صادر عن مساعد القائد العام للجيش السوداني فزي ما كانت تصريحات ياسر العطى رسمية وخطيرة جدا ضد الامارات وضد الدعم السريع وضد افريقيا الوسطى وضد اثيوبيا وضد تشادز فدي برضو تصريحات رسمية وخطيرة جدا ضد ياسر العطى نفسه وضد الجيش السوداني ككل كمان احنا من واجبنا اننا نرطي التصريحات دي ولازم نفضح ياسر العطى لانه في الحالة دي ومع التصريحات دي هو بالفعل يستحق الفضيحة وبالبلد كده روح يا شيخ منك لله تصريحاتك تعيغ يا اخي اذا بوليتهم فاستاتروا يعني لو انت اخوان زي ما بيتقال عنك فبلاش تفضح نفسك لانك مش بتمثل نفسك وكلامك مش بيمثل شخصك انت بتمثل الجيش السوداني والدولة السودانية وتصريحتك الاخيرة دي مش بس بتقول انك اخوان لا دي كمان بتقول ان الجيش السوداني بيعمل لاعادة النظام السابق للحكم الواحد كان بيدعم الجيش السوداني باي شكل علشان السودان يفضل دولة متحدة على الاقل لحد ما تنتهي الحرب الاهلية وبعد كده نشوف اذا كان السودان ده حينقسم ولا حيتحول لدولة فدرالية بس على الاقل يكون فيه كيان اسمه السودان علشان السودان تستقر والشعب يستقر وكمان علشان اللاجئين السودانيين اللي موجودين عندنا يرجعوا بلدهم معززين مكرمين يلاقوا مكان آمن يتتو فيه يعني من الاخر انا بدعم الدولة السودانية والجيش السوداني علشان لو السودان حكمته ميليشيا هيبقى عليه العوض وانا مش بدعمك يعطى حبا فيك ولا بدعمك علشان انت جاري ولا عشان لي مع السودان علاقات كويسة وبس ولا حتى علشان العلاقات الازالية ما بين مصر والسودان والتاريخية لا انا بدعمك علشان انت بتمثل الدولة السودانية اللي الشعب السوداني اختار انه هو يعزل البشير وانظامه الدولة السودانية اللي لو حكمتها ميليشيا فمصر حتكون اكتر دولة حتتضرر منها واحدودها حتكون غير امنة فلما الدولة السودانية والجيش السوداني ينتصر ويستقر الشعب السوداني الشعب اللي عندي حيرجع بلده وانا ساعتها هعرف اتنفس المفروض ان انت صارك فايدة لي على كل المستويات ولكن انت مش مخليلي مجال ندعمك للأسر كل ما نحاول ندعم الدولة السودانية وندعم الجيش السوداني يكسفونا ويعررونا مره ينسحبه من ولاية الجزيرة من غير طلقة رصاص واحدة ومره تانية ينسحبه من غير طلقة رصاص واحدة ومره يقول لك مفيش مشكلة من تسليح الشعب ومره يقول لك مفيش مشكلة ان الاخوان ينضموا للمقاومة الشعبية ومفيش مشكلة ان النظام السابق يشترك في القتال ضد الدعم السريع يعني ماشاء الله كل ما نحاول نزوق الكلام وندفع عن الجيش السوداني وعن الدولة السودانية لأنه ده موقف مصري غسمي وموقف الإعلام المصري غسمي تجي لنا النكسة والخيبة والوكسة من الجيش السوداني نفسه ومن مجلس السيادة نفسه يعني أنا مش عارف أعمل إيه والله أقسم بالله أنا تعبت يا عم ياسك لو أنت مش عايز حد يدعمك إعلاميا خارج السودان قولها صريحة قول إحنا يا جماعة مستكفيين ومش عايزين حد يدعمنا ووفروا كلامكم نفسكم وإحنا يا عم ولا هندعمك ولا هنهاجم الدعم السريع ده أنا ممكن أحط عليك عادل صالح الدعم السريع عشان أنت ترتاح ولكن مش معقولة كده يعني الواحد يفضل شهور يدفع عنكم ويدفع عن الدولة السودانية ويدفع عن الجيش السوداني ويدخل في مشاكل مع أطراف كتير كنا في غنى عن الدخول في مشاكل معها وفي الآخر أنت تيجي تقول لي مفيش مشكلة أن الإخوان ينضموا للمقاومة الشعبية وأن النظام السابق يشترك في المقاومة الشعبية يعني فوق ما أنت مغفل وبتمهد لحرب أهلية عايز كمان الإخوان والكزان والنظام السابق يكونوا طرف في الحرب دي يا عم الله يحرقك أنت والدعم السريع والإخوان ربنا ياخدكم كلكم علشان السودان يرتاح منكم والشعب السوداني يرتاح ويتخلص من قرفكم كسفتونا اللي يكسفكم طيب هل حضراتكم مدركين أن تصريحات ياسر العطى بخصوص دمج الإخوان في كتائب المقاومة الشعبية ممكن جدا تكون تعبير عن انقسام حد للغاية داخل القيادة جوه الجيش السوداني يعني إحنا عادي جدا خلال الأيام أو الشهور اللي جاية أننا ممكن نسمع عن انقسامات كبيرة في صفوف القيادة السودانية داخل الجيش السوداني الحاجة دي لو حصلت يبقى الحرب انتهت رسميا مهما كانت حجم القوات المتحاربة على الأرض وطبعا بالشكل ده الحرب حتنتهل صالح الدعم السريع بدون أدنى شك طيب إيه بقى نوع الانقسام اللي ممكن يكون حصل في قيادة الجيش السوداني بناء على تصريحات ياسر العطا غدا على تصريحات نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين كباشي تصريحات كباشي كانت بتصب في اتجاه الدفاع يعني الراجل مش عايز أي هجوم من المدنيين على قوات الدعم السريع لأنه بحسب موقعه كنائب للقائد العام للجيش السوداني فهو مدرك كويس جدا وعارف كويس جدا وشايف أن الفترة دي هي فترة الدفاع عن المقارات الأساسية والحيوية والاستراتيجية التابعة للجيش والتابعة للدولة ضد هجمات ميليشيا الدعم السريع يعني ده مش وقت هجوم فبالتالي قصة تسليح الشعب السوداني بالنسبة لشمس الدين كباشي مرفوضة أو نقدر نقول هو متحفز على الفكرة أو عايز أنه يقننها وينطقي مين اللي يحمل السلاح يعني مش كل من هب ودب قال خدوني معاكم ونروح مديله السلاح كلامه هنا سليم جدا أنت لازم تنطقي من تحملهم السلاح لازم تكون عارف هوياتهم وانتماءاتهم وايدولوجياتهم لكن على النحية التانية بقى ياسر العطة شايف أنه الجيش السوداني لازم يهاجم طول الوقت ده طبعا خطر جدا لأن لو الجيش السوداني فقد مقاراته أو تم السيطرة على مقارات سيادية تابعة للدولة السودانية زي مقارات المخابرات أو الهيئات التابعة لمجلس السيادة فكده خلاص الدولة حتكون سقطت بالكامل في قبضة الدعم السريع وانتهت حاجة اسمها الجيش السوداني فحاليا الجيش السوداني مش عايز يخسر كل الأوراق دي مرة واحدة ولا ورقة منها المفروض هو في الأول عايز يأمن مقاراته الهيئات الحيوية اللي هو مسؤول عنها ويدافع عنها كويس لأن الجيش السوداني دلوقتي هو نفسه الدولة السودانية فبسقوط الجيش ده معناه سقوط الدولة السودانية قولا واحدة فانا شايف انه تفكير شمس الدين كباشي منطقي جدا ولكن ياسر العطا تفكيره متهوق ومش متزن للأسر ومش بس ممكن خلال العمليات الهجومية الغير مدروسة اللي هو عايز ينفذها ضد ميليشيا الدعم السريع انه يخسر مقارات تابعة للجيش السوداني او للدولة السودانية ولكن ده كمان ممكن الميليشيات الاخوانية اللي هو موافق ان هي تنضم لما يسمى المقاومة الشعبية وتحمل السلاح ممكن الميليشيات دي تنقلب اصلا على الجيش السوداني في فترة من فترات الحرب او بعد الحرب مباشرة فمن الواضح ان في خلاف كبير ما بين القادة للجيش السوداني وطبعا نتمنى ان الخلاف ده ما يتطورش الانقسام مع انه سواء تطور الانقسام او لأ فالجيش السوداني مش هيقدر يحسم المعركة على ارض الواقع اطلاقا خلال شهور طويلة من دلوقتي لان ببساطة رارب السودان بالكامل ومنطقة وسط السودان بالكامل برضو خرجوا عن سيطرة الجيش احنا بنتكلم عن مساحة هائلة تقريبا نص مساحة السودان الجيش دلوقتي محصور في شمال وشرق السودان فالظاهر كده والله اعلم ان المأساة في السودان مستمرة لفترة اطول وبالتالي مصر هتفضل تدفع فتورة الحرب السودانية واحنا لا نا قتلنا فيها ولا جمل ولكن هو حظنا كده اللهم الاعتراض طيب خلينا اقول لحضرتك مفاجأة ودي شهادة من ضابط سوداني سابق اكد ان الانتصارات المحدودة اللي حققها الجيش السوداني في معارك ام دورمان كانت بسبب الميليشيات الاخوانية مش بسبب الجيش السوداني نفسه او قوة الجيش السوداني او التكتيك الفضيع المريع اللي عمله الجيش السوداني قال ان الاستعاد مقر الازاعة والتلفزيون من الدعم السريع هما الميليشيات الاخوانجية اللي هي كتائب البرقة اللي احنا كنا نتكلمنا عنها في حلقة قبل كده فعلشان السببب ده يسر العطا ما هو طبعا ده منطقي ما هم ارهابيين ومحترفين كمان تخيل ان الجيش الوطني بيتعاون مع ميليشيات ارهابية خارجة عن القانون علشان يكسب معارك ضد الدعم السريع في ام دورمان وياريتها معارك كبيرة بلانيلة دي معارك محدودة في مناطق محدودة دغير ان الجيش السوداني اصلا معرفش يحجر مبنى الازاعة والتلفزيون لمدة 11 شهر كاملين تخيل ان ميليشيات دعم السريع بتسيطر على مبنى اتحاد الازاعة والتلفزيون في الخرطوم من يوم 15 ابريل 2023 يعني من اول يوم في الحرب ولسه مفيش من اسبوعين اعلن الجيش تحرير المبنى او مش هو اللي اعلن تحرير المبنى على فكرة دي مجموعة البراء ولا ميليشيا البراء هي اللي اعلنت يعني خيبة وواكسة ما حصلتش وخلي بالك كل ده بيحصل في العاصمة ولسه في ناس عندهم امل في ان الجيش يستعيد وسط وغرب السودان كفاية احلام يا جماعة وخلينا نعيش شوية على ارض الواقعة الجيش السوداني للأسف وضعه سيء جدا على الارض ولو ما كانش الجيش السوداني وضعه سيء وضعيف وما اقدرش يعمل حاجة فبالتأكيد ميليشيا الدعم السريع ما كانتش حتتجرق انها تعلن انفصال ولاية الجزيرة ضمنيا بعد تكوين مجلس ادارة مدني للولاية بعيدا عن مجلس السيادة وعن الجيش تماما دي حاجة كده زي ما تنظيم داعش احتل الموصل وعزلها تماما عن الدولة العراقية فنفس الشيء بيحصل في ولاية الجزيرة فلو الجيش السوداني قوي ما كانش حاجة زي كده حصلت فيغيت ننزل بقى على عرض الواقع ونعرف ان المعركة صعبة جدا وايوة صحيح احنا بندعم الجيش السوداني والدولة السودانية وحنفضل ندعمهم ولكن سبحان الله انا مش قادر اقولك ان الجيش السوداني هو اقوى جيش في العالم ولا قادر اقولك انه حينتصر كل يوم ولا قادر اقولك انه بيحقق تقدم ملموس على الارض لانه الكلام ده مش حقيقي احنا كل اللي بنتمناه ان الحرب دي تنتهي باي شكل علشان اولا الشعب السوداني يرتاح من الضمار والقتل والموت وثانيا ان مصر تقدر تتنفس بعدما الاخوة السودانيين يرجعوا بلدهم معززين مكرمين واحنا نرتاح من ازمة اللاجئين وهم طبعا يرتاحوا من البهدلة والغربة ويرجعوا البلدهم وممتلكاتهم وحياتهم وربنا يوفقهم في بناء السودان من اول وجديد او بناء الدول المنقسمة عن السودان للأسف طبعا وبعدين بصراحة مش هينفع افضل ادافع عن طرف بيخلي صورتنا زي الزفت كل شوية وبيشمت ناس ما تسواش فينا والله العظيم حرام اللي بيحصل ده في قيادة الجيش السوداني ولكن هنقول ايه غير ربنا يسطر في النهاية حفظ الله مصر حفظ الله السودان تحيا فلسطين حرة مستقلة وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة